كلام حضرتك مظبوط بس اجاز المعلومة مش عند حضرتك لا ممكن ما يكونش عندي طبع حضرتك احنا بالفعل عندنا كروت للمعاشات مصدرها التأمينات عن طريق شركة تكنولوجيا المعلومات اللي هي بتدير المنظومة بتاعة المعاشات الشركة بتاعة تكنولوجيا المعلومات دي أصدرت مصدرة لكل صاحب معاش بطاقة صرف معاش البطاقة دي من حقهم هو يصرف من مكان الـ ATM يصرف من البريد يصرف من منافذ الصرف بتاعته كل صاحب معاش مع بطاقة هو للأسف طبعا احنا بنقدر أهلينا أصحاب المعاشات هو العملية عملية ثقافة في ناس بسيطة ما بتعرفش تستخدم المكان الـ ATM مزبوط لأن البطاقة نفسها بيمررها يعني احنا كان الأول المعاشات بتتصرف عن طريق كشوف ويقف ويدي ويمضو كلام ده لا الوضع دلوقتي اختلف حضرتك بتدي البطاقة والرقم السري بتاعك بيمررها الموظف سواء كان بتاع البريد أو منفذ الصرف اللي عندي ويروح يطلع له أسيمة فيها قيمة المعاش ورقم البطاقة بتاعت المعاش وبيمضي صاحب الشأن على هذه الأسيمة اللي طلعها من الماكنة ويقبط بنا البطاقة بتاعت صاحب المعاش ممكن يروح يصرف منها في أي وقت ومن أي مكنة اي تي ام تبع عليها وان تو سري اللي هو يعني ايه؟ يعني منظومة شبكة بنوك مصر كل البنوك؟ كل بنوك مصر يعني أي مكنة فيه؟ أي مكنة بتبع عليها وان تو سري بس طبعا أهلينا أصحاب المعاشات طبعا فيه بعضهم بيبقى عنده زي ما بيقولوا ما بيعرفش يشتخدم تكنولوجيا كويس بيخاف أن يقف قدام الماكنة عمل زي ما بيقولوا أنا آسف طبعا روابط وعلاقات إنسانية يعني أنا ممكن أحكي لحضرتك موقف طريف الموقف ده وان كنت في إحدى الزيارات لمنافذ الصرف التابعة للسندوق الحكومة فقابلتني ستة كبيرة فبتقول لي احنا المفروض تكرمونا ويصولنا الأمور في صرف المعاشات قلت لها طب يا فندم حضرتك صاحبة معاش قالت لي آه قلت لها طب يا فندم أنا ممكن أوصل لحضرتك المعاش لحد البيت إحنا عندنا إمكانية إن إحنا نوصل المعاشات للناس المرضى والكبار السن اللي فوق السبعين سنة لحد البيت قلت لها اكتبي لي بس حضرتك دلوقتي حالا وأنا واقف طلب وأنا هخلي الناس اعتبارا من الشهر الجاي على عنوان بيت حضرتك وقبل ما بيروح منذ الصرف بتاعنا بيتصل بالتليفون يشوف حضرتك متاحة ولا مش متاحة ويتوجه يقبط حضرتك المعاش بتاعك في التوقيت والوقت المناسب اللي انت شايفه قامت رد على العيلة لي ايه هو أنت حضرتك اليوم كمان اللي أنا بخرج بيه من البيت عايزة لبنان من الخروج عملوا روابط علاقات مع بعض ويبقاعدين في بعض الأحيان مع بعض يسروا مع بعض في حقوقها شوف صحابها والكلام ده وينك ربما تشوفش صحابها غير كل شهر مرة وفي الاقتراضها لكن طبعا اللي عنده أزمة في النزول أو عنده أعاقة في النزول انت بتوازش فندم احنا بنحاول نيسر على قد ما نقدر احنا حتى لما بيكون في مشكلة وانت عندك رقم ساخن لأصحاب المعاشات يعني أنا نهارت صاحب معاش وعندي مشكلة في المعاش مش هستنى حمد رزق في البرنامج ولا علي في البرنامج لا أنا عايز أكلمك على طول عايز أكلم كده إنسان راقي ومحترم ولطيف وعارف أن أنا صاحب معاش وعارف أن أنا كبير في السن واستحقت كل حاجة حلوة فلما اتصل بالرقم ده كده يرد علي ويحللي مشكلتي أكيد يا فاند وبص حضرتك هو احنا كمان عملنا حاجة تانية كمان اشتركوا في القناة